حيث الإنسان حيث الإنسان ومعكم أسماء الفائزين بالحلقة أو بسؤال الحلقة الخامسة والعشرين وهم الفائزة الأول عادل أم عبد عمر الخضيري من عدن والفائزة الثاني حسان علي محمد الغرباني من المحويت والفائزة الثالث أصيل عبد فارع من تعز مشاهدين الكرام الآن نذهب معا إلى قصة جديدة من حيث الإنسان حيث الإنسان مشاهدين في هذه الحلقة يطرق حيث الإنسان زاوية مهمة من حياة اليمنين حيث يسلط الضوعة حول انتشار زراعة القات بصورة كبيرة في أهم وأخصب الأراضي الزراعية في البلاد أصبح القات من المعطيات اليومية وزيادة الاهتمام به جاء على حساب المحاصيل الأخرى هذا الأمر انعكس بصورة مباشرة على الزراعة والاقتصاد والحالة الاجتماعية مشكلة توسع زراعة القات أثرت على الأراضي الزراعية الخصبة مما أدى إلى عدم الاهتمام بزراعة البن والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل ما جعل من بلادنا دولة مستوردة للقمح والبن والعديد من المنتجات الزراعية في حلقة الليلة نتابع قصة جديدة من حيث الإنسان نتابع موسيقى موسيقى في أواخر ثمانيات القرن العشرين تغير كل شيء هنا موسيقى تنازل الناس عن علاقتهم القديمة مع الأشجار المثمرة ذات الحصاد موسيقى صموا أسماعهم عن وصايا علي ولد زايد الذي تقول إحدى الروايات إنه عاش لزمن هنا مفتونا بنظارة الزرع وحسن المكان موسيقى سارعوا ليكونوا رعايا جددا عند الشجرة التي زحفت من مكان بعيد وغطت كل المساحات موسيقى الشجرة التي احتلت الأرض وجففت الآبار ولن تقبل منافسا لها على ذات التراب موسيقى موسيقى أضرار شجرة القات أضرار لا حدود لها ولا حصر لها أرقت كاهل المجتمع اليمني أوجدت بيئة مليئة بالآفات بالأمراض بالأزمات أضرار شجرة القات على المجتمع اليمني من ناحية صحية وخاصة سوء الاستخدام لهذه الشجرة وعند استخدام الأسمده الكيميائي والمبيدات الحشرية والفطرية المهربة والغير مرخصة هي التي أوجدت الكثير من الأمراض والتي استعصى الأطباء عن علاجها أرقت المجتمع اليمني من السفر إلى الخارج وأرقتهم مالياً اقتصادياً للسفر للعلاج أمراض السرطان أمراض الفشل الكالوينج أمراض الرئة أمراض عديدة لا حدود لها كل ذلك بسبب الأسمده الكيميائي والمبيدات الحشرية التي تستخدم على هذه الشجرة الشجرة القات استنزفتها الكثير من المياه اليوم حافظت تعاني من شحة المياه وهذا كله بسبب شجرة القات التي كثر استنزاف المياه الجوفية والمياه السطحية والأبيار الأشوائية التي تستخدم لرأي شجرة القات قبل الأهالي التحدي والانتقال إلى زراعة جديدة كادت الأرض أن تنساها وكاد الناس أن يجهلوا طرقها فنظراً للوضع الراهن الذي تعيشه بلادنا جراء الحروب وجراء الأزمات الطاحنة التي تلحق بالمواطن فأهالي الربادئ اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها معاً نحو التنمية الزراعية الجديدة معاً لاقتلاع شجرة القات هذه المبادرة التي لاقت صداء واسع لكنهم اليوم اختاروا السير عكس ما اعتادوا ومضوا خلافاً لما كان معهوداً في تلالهم قرروا اقتلاع القاتب ذات الأياد التي زرعته وبنفس المعاول التي مهدت له النمو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ليستنزاف المياه الجوفية وأيضاً أحد الأشياء المهمة التي تستنزف الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني بشكل خاص ولهذا قررنا استبدال شجرة القاتل في بلادنا بمواد ذاتنا منفعة وفائدة أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى من بين عشرين مديرية تابعة لمحافظة إب وفق أهالي قرم في عزلة الربادي بمديرية جبلة على إعادة جزء من ماضيهم واقتلاع غرسات القاتل من حقولهم وتهيئتها لحياة جديدة قوة ومعلومات لإنجاح هذا المشروع فالحمد لله المشروع ناجح والمجتمع كله متفائل ومتفائل مع هذا المشروع وخطوات المشروع بنجاح متكامل التعاون لا مثيل له روح التعاون وجدته كلهم نحو الزراعة نحو العمل نحو الحفر نحو إزالة القاتل طبعا هناك أشجار كثيرة بديلة لزراعة القاتل كشجرة مثلا اللوز شجرة العناب أيضا مناسبة في منطقتنا وسنريكم أيضا نماذج منها إن شاء الله البرتقال أيضا يناسب كثير من الشجرات المخضرات مثلا الحبحاب يناسب مثلا الخوق الفرسك كلها وهذه موجودة أيضا عندنا ولو هناك عناية لهذه الأشجار الأثمارات وانتجت كثيرا حيث الإنسان وقف خلف تلك الدعوة مستندا إلى مهندسين زراعيين رشحوا أقرب نبتة للأراضي التي كانت مليئة بشجرة لا فائدة منها تم جلب 1500 شتلة زراعية من أشجار اللوز وأنواع أخرى تناسب طبيعة المكان بمجرد وصولها تسابق المزارعون للحصول على ما يضعونه في أراضيهم لقد تغيرت الأرض هنا فلن يكون المزارعون مضطرين لانتظار أن تنمو شجرة القات في ربوعهم فقد أراضوها من الماضي وساندهم في ذلك واقعا حيث الإنسان لن تتمكن الأيام من محو هذه اللحظات الخالدة في ذاكرتهم ففي كل موسم ستحضر اللحظة الأولى وتنبت الغرسة الأولى من جديد وستعود الأرض إلى أيام مجدها حيث كانت جبلة الموقع المثالي لإنتاج أطيب المزروعات وكانت عاصمة خضراء لفترات طويلة لقد حان وقت أن تستعيد منطقة عرفت يوما بمدينة النهرين جزءا مما كانت عليه وإن كان بغرسات متفرقة وبذور قطرة خيخ قد تحدث في العتمة نور قد تجعل لله لضمي قد تبقي فينا الإنسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث protective Strategic مشاهدين هناك معلومة تقول أن لدينا قرابة 260 مليون شجرة قات تحتل مساحة 164 ألف هكتار وتستنزف قرابة 50% من احتياط المياه التحتل زراعة القات أكثر من نصف المساحة الزراعية في اليمن باستحواذها على 60% من إجمالي الأرض المزروعة في البلاد ما هي النتيجة؟ النتيجة تدمير البيئة الزراعية ونظوب المياه وتدمير الصحة والاقتصاد وضياع الوقت والجهد والتعليم كل هذه السلبيات للقات وحدها ماذا لو تحولت 260 مليون شجرة قات إلى مثلها من البن واللوز البلدي والتمور والأشجار المثمرة التي يسهل زراعتها؟ ماذا لو؟ تشير بعض التوقعات الاقتصادية إلى أن الإنتاج من صادرات البن وحدها في حال استبدل القات به ستتجاوز السبعة مليارات دولار أمريكي ما قام به برنامج حيث الإنسان هو خطوة قد تكون فاتحة لتوجه عام لعودة اليمن إلى مجدها الأول وأن يعود هذا البلد الذي كان الموطن الحقيقي لشجرة البن إلى صدارته خصوصا في زمن الحرب وانعدام مصادر الدخل والاكتفاء الذاتي لليمنين إذن مشاهدين تابعنا معنا قصة الليلة وبالتأكيد سؤال حلقة الليلة سيكون من تفاصيل هذه القصة وإليكم سؤال الحلقة في أي منطقة تم اقتلاع أشجار القات واستبدالها باللوز والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول السدة الاختيار الثاني النجد الأحمر الاختيار الثالث الرباد إذن ما عليكم سوى اختيار رقم الإجابة الصحيحة التي تعتقدون أنها الصحيحة من الاختيارات الثلاثة إما واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط أرسلوا رقم الإجابة بشكل صحيح دون أي إضافة لأحرف وكلمات على أرقام الواتساب الخاصة في البرنامج والوقت المتاح للمشاركة والإجابة على السؤال حتى الخامسة من عصر يوم الغد هذا البرنامج برعاية مؤسسة توقل كرمان إذن مشاهدي الكرام وصلنا معكم إلى فقرة اختيار الأرقام الفائزة سمعنا بسؤال الحلقة السادسة والعشرين من برنامج حيث الإنسان وكان السؤال يقول كم عدد المستفيدين من المشروع الذي نفذه برنامج حيث الإنسان بالأمس في محافظة حضرموت وكانت الاختيارات الثلاثة هي خمسة مكفوفين الاختيار الأول أو أربعة مكفوفين الاختيار الثاني والاختيار الثالث ثلاثة مكفوفين بالتأكيد كانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار رقم اثنين الآن سنقوم باختيار ثلاثة فائزين وقيمة كل جائزة مالية مائة ألف ريال يمني لكل من شارك وأرسل فقط رقم اثنين دون أي إضافات ودخل معنا في السحب إذن كل من أجاب على سؤال حلقة الأمس بالاختيار الثاني لديه فرصة للفوز معنا بالجوائز المالية المخصصة لسؤال حلقة الأمس ألا نختار الفائز الأول وقيمة الجائزة مائة ألف ريال يمني بسم الله إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 773663290 مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة إذن مائة ألف ريال يمني مقدم برنامج حيث الإنسان أيضا الآن سنختار فائز آخر وقيمة الجائزة مائة ألف ريال يمني ممن أجابوا بشكل صحيح على سؤال حلقة الأمس مبروك لصاحب الرقم 777811316 أيضا الآن نختار الفائز الثالث وقيمة الجائزة أيضا مائة ألف ريال يمني مبروك لصاحب الرقم 717318137 إذن مبروك للفائزين الثلاثة الجوائز المالية المقدمة برنامج حيث الإنسان لكل فائز مائة ألف ريال يمني ما زالت لديكم فرصة مشاهدين الكرام فيما تبقى من حلقة برنامج حيث الإنسان للفوز معنا بحدى الجوائز المالية وتحديدا عن سؤال حلقة اليوم أيضا هناك ثلاثة فائزين سنعلن عنهم في حلقة الغد الآن أذكركم بشكل أخير بالأرقام الفائزة الثلاثة معنا عن سؤال حلقة الأمس والأرقام على الشاشة إذن مبروك للأرقام الثلاثة وسيتم التواصل معهم عقب انتهاء هذه الحلقة للتعرف على تفاصيلهم وإرسال المبالغ المالية إليهم هذا البرنامج برعاية مؤسسة توفق الكرمان إذن فقط مشاهدين الكرام للراغبين المشاركة في المسابقة والإجابة على السؤال فقط أرسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة على أرقام الواتساب الخاصة في البرنامج وبشكل سريع أذكركم للمرة الأخيرة بسؤال الحلقة سؤال حلقة اليوم والسؤال يقول في أي منطقة تم اقتلاع أشجار القات واستبدالها باللوز والاختيارة الثلاثة هي اختيارة الأول السدة الاختيارة الثانية النجدة الأحمر الاختيارة الثالث الرباد إذن واحدة من هذه الثلاثة الإجابات هي بالتأكيد صحيحة وتقولكم للفوز معنا بثلاث جوائز مالية قيمة كل جائزة 100 ألف ريال يمني فقط أذكر بشكل أخير أرسلوا فقط رقم الإجابة واحد أو اثنين أو ثلاثة إذن مشاهدين انتهت هذه الحلقة من حيث الإنسان غدا قصة جديدة من إحدى المناطق اليمنية وأيضا فائزين جدود معنا في برنامج حيث الإنسان في أمان له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قطرة خير قد تحدث في العتمة نوم قد تجعل للليل ضميم قد تبقي فينا الإنسان قد ترجمة نانسي قنقر قد ترجمة نانسي قنقر قد ترجمة نانسي قنقر قد ترجمة نانسي قنقر قد ترجمة نانسي قنقر